اليوم معنا رح نتكلم نحن أكثر عن البروتينات الصناعية والمكملات الغذائية ويضيفنا الموجود معنا في الستوديو أخصائي التغذية الأستاذ سامح حسني صباح الخير سواكي صباح الفل هياك الله أستاذ أستاذ شفنا التقرير والموضوع اليوم البروتينات الصناعية يعني هذا الموضوع ربما كثير منتشر ما بين الشباب ويمكن هو الطريق الأسرع والمختصر بالنسبة لهم خلينا نتكلم عن الأساسيات البروتينات الصناعية شو هي نعرفها بشكل بسيط وبعدين نتكلم أكثر هو قبل أي شيء طبعا البروتين احنا بنعتبره عنصر تغذوي كبير يعني من عناصر الغذائية الجسم دايما محتاجة هو عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمنية دايما هو في الطبيعي موجود في القلب موجود في العضلات موجود في الجلد موجود في الشعر فهو دايما متوفر نعم الفرق بينه وبين البروتين الصناعي البروتين الصناعي هو عبارة عن مكمل غذائي بس غير اعتيادي عن الطعام الأساسي بتاعنا يعني حاجة غير اعتيادي عن الطعام اللي احنا بنتناوله على مدار اليوم نعم ممكن يكون موجود على هيئة حبوب ممكن يكون موجود على هيئة مثلا powder form على هيئة بودرة يعني زي اللي موجود حاليا صحيح الاسوليت والكونسنتريت والهايدرولايزت جميل ولكن ايضا في نقطة عشان نكون واضحين استاذ انه موجود هو كباودر وموجود كحبوب ولكن في بعض المنتجات اللي هي مكتوب عليها مع بروتين بنسبة مثلا two point كده هذه ايضا بروتين صناعي يعتبر؟ هو مضاف له بروتين فقط لغير يعني كلمة بروتين صناعي هو يا دوب الانسان تدخل فيها نعم يعني كمثال بسيطة هاوصل هيئة بحاجة بسيطة يعني مثلا في بروتين صناعي بيجا عن طريق النبات يعني هممكن ناخد البروتين من الصوية ممكن ناخده من ال brown rice اللي هو الرز ممكن ناخده من الشيا من الهم طيب ابسط الاشياء البروتين الواي اللي هو المشهور حاليا كمثال بسيط دلوقتي هما بياخدوا الحليب الحليب ده مثلا قبل ما نعمل له اي شيء خالص بيكون 87% منه solid او يعني اجسام صلبة نعم و 13% بيكون water او ميا تمام نعم 87% دول لسه هيتقسموا لثلاث حاجات رقم واحد اللي هو البروتين بس يكون بنسبة 27% رقم اثنين الدهون هتكون بنسبة 30% رقم ثلاثة السكر بتاع الحليب اللي هو اللاكتوز هيكون بنسبة 27% بعد كده بياخدوا 27% اللي هو البروتين لسه بيعملوا له isolation بمعنى نعم ها يعملوا له حاجة اسمها حاجة اسمها الوي بروتين و حاجة تانية اسمها الكازين بروتين جميل نبقى نعرف الفرج لانه هادي اكثر شيء يختططون فيه الاشخاص اللي يستخدمون بروتين هاولك على حاجة اسهل نعم علبة اليوغرط او الزبادي او الروب على المسميات كلها شفت المياه لما نجي نفتح كده علبة الزبادي المياه اللي فوق صح ده الوي بروتين نعم المياه اللي في بعض الناس بترميها اللي اسم ولكننا حتى انا يعني مفتحة ده اللي بيستخلص منه بروتين العيلة اللي حضرتك شايفها دي كلها بتيجي من شوية المياه دول نعم التغلط اللي تحت او الصلب اللي تحت ده اسمه الكازين بروتين طيب ايه الفرق مثلا ما بين الاتنين نعم الوي بروتين ده احنا يعني الشركات تقدر تتحكم فيه بمعنى ان هما عملوا له حاجة اسمها عملية isolation بمعنى حاولوا الاسولات يبدأ يشيل منه السكر وشيل منه الكاربوهيدريت على قد ما يقدر وشيل منه الدهون فيديك حاسمها بروتين ايزوليت طيب ممكن يسيف فيه كل الاشياء اللي انا شلتها دي يعني الصافي خلينا نتكلم بله جاتنا البروتين الصافي طيب انا لو ما شلتش بنعتبره واي بروتين طيب طيب لشلناه وباع ايزوليت في بعض الشركات تقدمت دلوقتي اكتر وعملت له حاجة اسمها hydrolized يعني كسروه جاهز بحيث ان هو ينزل المعدة ما يتكشل ديبس انظام عشان يهضمه لا بيكون سريع الامتصاص جميل انظام ايضا بنتكلم استاذ في فكرة لها علاقة بموضوع الوزن يعني معروف دائما يوم حد يبقى يصير ياخد بروتين له علاقة بالوزن يعني شو علاقة البروتين بالوزن الشخص اللي يبقى ياخد بروتين طيب هو قبل اي شي طبعا قبل من استعمل اي بروتين لازم نستشير حد يكون متخصص تمام في موضوع البروتين بيفيدني في نزول الوزن وفي زيادة الوزن نعم طيب لو هناخد الموضوع بالشك الصناعي على البروتينات اللي موجودة في الماركت دايما اخصات تغذية هتلاقي عنده اساسي ان هو بيعتمد على البروتين الطبيعي امتى نعتمد مثلا على البروتين الصناعي دي هنوضحها بعدين ان شاء الله طيب انا اس اثناء الديت بيبقى مثلا ليه حزبة معينة من البروتين بنقول اللي عميل مثلا انت تاخد 8 من 10 جرام لكل كيلو من وزنك بمعنى انا وزني 100 كيلو فمحتاج 8 من 10 يعني هنضرب 8 من 10 في 100 يبقى انا محتاج 80 جرام بروتين 80 جرام بروتين انا اقدر حصلهم من الاكل بسهولة جدا يعني ما يحتاج ان انا نروح نصير ناخد بروتين بالزبط احنا منضطر ان احنا نروح للبروتين الصناعي في اوقات معينة طيب البروتين هيفيدني في ايه طول ما انا محافظ على نسبة البروتين اث فيه عالية ونسبة الكاربوهيدرات معتدلة ونسبة الدهون قليلة ففي الحالة دي كده انا اعتبر هديت البينكرياس يعني هديت البينكرياس البروتين والدهون مش بتخلي البينكرياس ينتج انسلين كتير فانا لو عندي مقومة انسلين هتبدأ تقل المقومة لان ما فيش حاجة دخل من برعة سكريات هتخلي البينكرياس ينتج انسلين كل اعتمادي على البروتين اعتمادي على الدهون والكرب قليل يبقى انا استفدت ان البروتين بتاعي خلال من كلاسه ده فانا لو عندي مقاومة انسولين هتبدأ المقاومة دي تقل وتتحول لحاجة اسمها انسولين سينسيتيفتي هتزيد حاسية الانسولين طيب في بعض الافضل برضو ان البروتين بيحافظ على حاجة اسمها اللين بادي ماس بعض الناس اللي هي بتعتمد على وجبة في اليوم وقولك ريجيم المية وضايت مش عارف ايه وما بيخدش بروتين على مدار اليوم من اكبر الاخطاء ليش؟ طبعا في الحالة اللي زي كده الجسم يعني هيفضل في الاول يعني يطرد المية او السوائل اللي في الجسم عن طريق ان هو الجسم اعتمد على مصدر الجيلايكو جيلا استاذ هذه المرحلة يسموها التنشيف صح؟ مش دي بالضبط بس في ناس فهمها غلط التنشيف حاجة ثانية خالص التنشيف بيكون محسوب كل شيء بكرار لكن في بعض العمال اللي بتتطرق يقولك انا اخد وكبة واحدة انا هاخد مثلا وكبتين انا هعتمد على ضايت المية يعني ضايت اه اعتمد على ضايت المية وما فيش لدجاج ولا لحم ولا سمك ولا بيض ولا البيض ولا البيض ولا الكلام ده كله في الحالة اللي زي كده جسمك هيعتمد على عضلاتك مصدر للطاقة يبا انت كسرت كل العضلات فهيبدأ اظهر عندك حاجة اسمها ايجينك علامات تقدم في السن تلاقي العميل من كتر الضايت هالات سودة الوش او الوجه يعطي مثلا اكبر من العمر اللي موجود عندك او العمر اللي افتراضي بتاعك يعتبر كبير زيت كمان ان هو يأصل على وظائف الاعضاء بمعنى في حاجة اسمها بيولوجيكال ايج يعني ايه بيولوجيكال ايج عمر افتراضي يعني دلوقتي انت لو ما اخدش كميات صحة من البروتين الكبد مش هديك الوظائف بالكمية الصحة الكل بنفس الحوار العضلات عندك حصلها هزلان صحة الشعر والجلد والاظفر للأسف تكون في النازل يعني نعم ولكن استاذ موضوع البروتين اكيد مهم ولكن لو مثلا قرر الشخص ان ياخذ هذه البروتينات من مصدر صناعي فقط فيه اشخاص يتمرنون يقولك انا ما اروم اكل دياي ولحم واشياء يعني بروتينية بشكل صحيح فيعوضها بالبروتين ممكن ياخذ اثنين باليوم هل هذا عادي يعني نروم انا نعوضهم بص هو فيه انواع كذا نوع من انواع البروتين موجودين في الماركت مش كل انواع البروتين تشتغل معايا كميل ريبلسمنت او تشتغل معايا مثلا كبديل وضع بمعنى اروح انا للبروتين اللي هو الايزوليت طب طبعا ده ما فيهوش دهون ولا فيه كارباهيدريت ويدوب هو بيعتمد على البروتين بس مين اللي هو اكبيته في الفطار هتعتمد على البروتين فقط فين الالياف فين الخضار فين الفيتامينز اللي بتكون موجودة في الفكهة نعم فبيكونش كامل مئة في المئة الاعتماد الامثل في الواي بروتين يعني كتحديدا يعني الواي بروتين بيضم كمية كارباهيدريت معتادلة اربعة لخمسة جرام كارباهيدريت الدهون نسبة ورده معتادة واحد ونصف لاربعة جرام دهون البروتين بيكون بنسبة من 24 ل 25 جرام ده ممكن نعتمد عليه كوجبة مثلا لكن البروتينات اللي هي الايزوليت والهايدرولايز مية في اعتقدت صعبة نعتمد عليها لأن تكون ناقصة في ناقصة في الفيتامينز والمينرالز ونقصة في الالياف كمان اللي أكسمنا محتاجة نعم بنسبة لموضوع خلينا نتكلم عن الأعمار هل في أعمار معينة ياخذون هذا البروتين ويكون بنسبة لهم شيء صحي وأيضا نتكلم أستاذ عن الإناث إذا هم نفس الريايل ياخذون نفس النسبة لأن يمكن يختلف في الطلب يعني هل كل حد يبي يسوي مثلا جسم معين لازم ياخذ بروتين معين ولا حد ما يتمرن يقدر بعد ياخذ بروتين يعني لو نوضح هذه النقطة طيب هو البروتين عمتا يعني يعني احنا بنوصفه زي ما قلت لك في الأول وفي الآخر كمكمل غزائي يعني كمثال في عميل مثلا بيمشي على أنظمة معينة والرياضة بتاعته بتختلف يعني مثلا شدية التمرين على أساسها بنحسب نسبة البروتين كمثال بسيط يعني واحد على مدار اليوم كتمرين خفيف جدا مجهوده أو الفيزيك الريد بتاعه مش عالي نعم بنقدر نوصف له مثلا نقوله أنت هتاخد مثلا سبعة من عشر جرام بروتين لكل كلم من وزنك نعم فوزنه لو مية هيضرب سبعة من عشر في مية يعني يحتاج سبعين الله ينور عليك السبعين جرام دول لو العميل يقدر ياخدهم من أكله أهلا وسهلا طيب ما قدرش ياخدهم من أكله نقدر نعتمد على المكمل الغذائي من خلاله مثلا لو خد سكوب بروتين اللي سكوب مثلا 24 جرام هنطرح 24 من السبعين هيتبقى له مثلا نقولي 55 أو 45 على حسب الحزمة نفسها يبدأ بقى ياخدهم من أكله عادي طيب شدية التمرين لو متوسطة الشدة وبدأت تزيد شوية لا في الحالة دي نقدر نقول أنه هياخد مثلا واحد واثنين من عشر لواحد واربعة من عشر جرام لكل كلم من وزنه طيب لو كانت الكوة كبيرة جدا ومحتاج أنه يعمل تضخيم عضلي ساعات بنوصل من واحد وستة من عشر لاثنين جرام يعني لك أنت تخيالي يعني اثنين جرام يعني العميل هياخد اثنين في وزنه مية يعني هياخد ميتين جرام بروتين وده رقم السهل يعني ممكن في اليوم صدر الدجاج ممكن يديكي خمسة وتلاتين جرام بروتين نعم يعني هذا يبقى يوصل ميتين يعني كم صدر دي ايف يعني نقدر نقول مثلا لو قلنا تلاتين مثلا كمتوسط يعني أرقام كبيرة يعني صحية كيلو كيلو ونص مثلا كيلو ونص والله وايد بالعافية عاد عليهم نزين بالنسبة لموضوع الأضرار لبروتين سمعنا وايد يعني أي حد يقولك أنا يالس أشرب بروتين كذا لا أدير بالك بتضرب الكليا بتضرب كذا فيها هرمونات بتخربط عندك الهرمونات شو السبب طيب هو عشان يكون كلامنا دقيق أكتر تمام زيادة البروتين في الجسم ما هي إلا إجهاد العضوين أساسيين يعتبر كإجزيكرياتريو سيستيم أو جهاز إخراجي اللي هو الكبد والكلام يعني أنت كده بتعمل لود أو حملة على الكلام إنها تشتغل بطاقة أكبر نعم ده رقم واحد رقم اتنين بقى وده اللي يهم معظم المشاهدين الناس اللي مهتمة بالصحة إحنا قلنا لهم خلاص على موضوع الكبد والكلام طيب الناس اللي مهتمة بالوزن لازم تكون عندك فكرة إن البروتين لو زاد زيادة عن اللزوم فيه احتمالية كبيرة أن يتحول لدهون نعم مع إن التركيب الكيميائي للبروتين غير التركيب الكيميائي للدهون خلاص بس عشان تبقى أخذ بالك إن البروتين لو زاد زيادة عن اللزوم الوحدة الأساسية للبروتين هو جلوكوز سكر نعم فالسكر ده فيه احتمالية لو جسم استغله في عمليات البيولوجية أو البيولوجيكال اكتيفتي يبقى خلاص هيتحول لطاقة وفي احتمالية تانية أنه هو ممكن يتحول لدهون في حالة أنه ما تم استخدامه لطاقة هيتحول لدهون صحيح رح يتحول لدهون أكيد لأنه مش هيتطلع بره الجسم عن حاجة تانية يعني هنا بدل ما كان واحد يبقى يضبط ويستفاد من البروتين ممكن أنه يأخذ بطريقة سلبية أستاذ ويصير عنده دهون أكثر ويصير في مشكلة أخرى أنه يتخلص من الدهون 100% نعم بنسبة لنتكلم على اليوم أو النهار أنا سمعت أنه يوم تاخد البروتين حتى إذا شخص ما يتمرن يعني يمشي بس أو كذا لازم تاخده في فترة الظاهرة هل لها علاقة أنه مره بناخد البروتين في الليل؟ طيب هي ملهاشة أي علاقة خلص بمعنى الكلمة طيب لو عميل بيتمرن احنا بنفضل ندهله بعد التمرين ليه بعد التمرين؟ لأن بالنسبة للعميل بيتعرض لأربع أشياء أثناء التمرين أول شيء بيتعرض لحاجة اسمها مكاومة يعني مكاومة؟ جسمه كان متعود أن يشيل خمسة كيلو فجأة لقى نفسه بيشيل ستة وسبعة فالجسم كده بيقوم الاثنين كيلو زيادة طيب الاثنين كيلو زيادة دول هيعمله إيه؟ المرحلة الثانية اللي هي اسمها مرحلة التلايف العضلي أو أنه بيحصل زي نظام تمزك عضلي التمزك ده بيعتمد على كسافة التمرين الله ينع رأيك طول ما كان التمرين مجهد كلما التمزك يزيد يبقى دي المرحلة الثانية للرياضة المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الريكافري أو الاستشفاء طيب مرحلة الريكافري دي بتعتمد على إيه؟ طيب ده حصل خلل داخلي للخلايا الخلايا على طول تدي أردر للمحوط الخارجي تقول له خلي بالك أنا عندي مشكلة كبيرة وعندي تلف فيبدأ يتحدوا مع بعض ويعملوا ككوة ويعملوا التقام للأنسجة العضلية اللي تهدمت طيب أنا لو خدت بروتين من بره يبقى أنا ساعدت على الالتقام نعم يعني عطيتها أنت الدافع الثاني أو خلينا نقول له بوش أنها حتى ترجع تلتقام بطريقة دعمت المرحلة الثالثة من المراحل اللي بيمر بها الرياضة أثناء التمرين جميل فيفضل أننا ناخده مثلا بعد التمرين طب ممكن ناخده بالليل بس دي بتعتمد على حسب نوعية البروتين يعني فيه بروتين لو زيرو فات زيرو كارب زيرو شجر طبعا إحنا بنفضل أننا نحط مثلا أو العميل يستعملوا بالليل طب ليه؟ دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى جسمنا بيشتغل على مرحلتين المرحلة الأولى من الساعة 10 أو الساعة 11 مساء لحد الساعة 2 بالليل دي أفضل توقيتات للجروث هرمون اللي هو هرمون النمو طب هرمون النمو ده هيفيدني في إيه؟ لو أنت عندك طفل صغير أو عندك ولد صغير تحت سن 16 فجروث هرمون هيفيده في الطول هيفيده مثلا في موضوع طبعا التركيز وتنمية وتطور خلال مخ طيب وإيه تاني كمان؟ لو أنا أكبر من 18 سنة وخلاص ما فيش اعتماد على الطول الجروث هرمون هيفيدك فيه أنه هيرفع لك معدلات الحرق هيزودك حاجة اسمعها الهايبر تروفي أنه هيزود عدد الخلال العضلية طيب أنا أخدت بروتين بالليل والبروتين ده ما كانش فيه سكر لأنه خلي بالك فيه علاقة عكسية ما بين الإنسلين والجروث هرمون طيب أنا أخدت كاربوهيدريت بالليل طيب السكر هيزيد طيب السكر لو زاد الجروث هرمون هينزل يبقى أنا افتقدت لزيادة العضلية افتقدت لحرق الدهون طيب بالنسبة للطفل ابنك كمان بالنسبة للناس اللي بتدي أولادهم سكريات وحلويات وكاندز وأشياء زي كده أكبر خطأ نعم ما هو يأثر على طول لأنها راح تأثر على هرمون النمو شكل مباشر بالظبط 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 يأخذون البروتين الصافي في الليل إذا يبقون أن يشربون بروتين بالظبط بالظبط طيب أضرار البروتين لو أخذناها زيادة عن الليزوم زي ما قلت لحضرتك ده لود أو حمل زيادة على الكلا وعلى الكبد رقم اثنين قلت لك أنه ممكن العامل لو بياخد كميات كبيرة ممكن البروتين الزائد أو الاكسس منه هيتحول لدهون لو ما تحولش لطبعا لطاقة أو استعمل كطاقة هم دول أكتر الأشياء اللي ممكن يعملون المشاكل بس خلي بالحضرتك برضو زي ما البروتين بيكون زيادة لي ضرر نقصانه لي ضرر أكبر نقصاني البروتين في الجسم لي ضرر كبير جدا أيضا لها ضرر أكيد كبير جدا 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 كمان بس هناك يعني الأشخاص كثير يخافون من موضوع استاذ البروتين الصناعي فدوم يحاولون أن يأخذون البروتين من الأكل الطبيعي وغيرها ولكن أنت ذكرت أنه ما عندنا مشكلة إذا شفنا جسمنا يحتاج لبروتين أنه نأخذ شوي من البروتين الصناعي حتى يكتمل النسبة للجسم يحتاجها ولكن هناك يقولك أن البروتين الصناعي فيه نسبة من الهرمون وفيه نسبة من اللاكتوز اللي ممكن أنها تأثر على الشخص بشكل مباشر بما أنه هو مأخذ من المواد الحليب يعني أو مثل ما ذكرنا شكثر هذا الموضوع صحيح ويأثر على الصحة بما يتعلق باللاكتوز والهرمون طيب في كلمة حضرتك ووجهتها دلوقتي كلمة هرمون هنا الدولة طبعا والحكومة يعني الموضوع ده مش سهل أن يعد من تحت إيديهم بمعنى البروتين اللي موجود في الماركت كله معظمه لازم يكون خالي من الهرمونات نعم لازم يكون خالي من حاجة اسمها السترويدز مش سهلة كده أن أي حد يبيعه بروتين يكون مدعم بالهرمون وقبل كده حصلت كان فيه برندات بدون ذكر أسماء نعم كانت مدعمة بالهرمونات نعم تمام بس طبعا هنا الموضوع مش سهل يعني بما فيه تفتيشات وأشياء زي كده وبيبدأ يتوقف من الماركت إذن البروتينات اللي فيها هرمون هذه يعني ممنوعة نعم الأسباب لأنها راح تأثر بشكل مباشر على هرمونات الجسم بشكل عام 100% طبعا أكيد نعم الآن سأوضح لحضرتك في موضوع كبروتين رقم واحد للبروتين الصناعي مش هيبقى زي البروتين الطبيعي كامتصاص أولا كهضم وانتصاص وأنه ينصل كمية في المية للبلوت سيركوليشن أو للدم البروتين الطبيعي سبحان الله بيكون مدعم كويس من عند ربنا سبحانه وتعالى أكيد صحيح فبيكون سهل على المعدة أنه يتهضم طب البروتين الصناعي لو فيه نسبة لكتوز فيه ناس كتير على فكرة عنده مشكلة من لكتوز صحيح آه طبعا فيه ناس كتير لما تيجي تستعمل بروتين يقولك أنا عندي مغص عفوا عندي إسهال حصل لي مشاكل كتير ده شيء طبيعي أنت أكيد عندك حسية من اللكتوز نعم اللي هو السكر اللي موجود داخل البروتين أو سكر الحليب صحيح فبيضطروا أنه يروحوا على مكملات تانية بيكون مكتوب عليها لاكتو فري أو ما فيهاش لاكتوز اللي بسبب المشكلة نعم بالفعل كثير أشخاص يتعرضون للنقطة اللي ذكرتها يعني مشاكل بالجهاز الهضمي وغيرها هذا بسبب موضوع اللكتوز نبقى نصائح أخيرة منك أستاذ للأشخاص اللي يبون ياخدون بروتين يعني مختصر نقول لهم واحد اثنين ثلاثة اتبعوا هالأشياء طبعا هو عامة مش حكاية اللي عايزين ياخد حاجة زي كده أول ثلاث أشياء يحطون في دماؤه أنه لازم يحدد هدفه طيب تحديد الهدف هيسهل عليك الأمور خالص تحديد الهدف ده اللي هيساعدك أولا طولك وزنك عمرك نعم طبعا الجندر أو الكمل أو فيمين ثانيا أنت ممكن تتوجه للأخصائي أو المختص يقدر يوصف لك البروتين أو المكمل الغذائي لنازمك دلوقتي قبل ما تعمل أي شيء بيبقى فيه أجهزة زي البي ام اي اللي هو الأجهزة اللي بتعمل البي ام اي أو بتديك وحدة كتلة الجسم على أساسها بتحسب نسبة البروتين في الجسم نعم ومن خلالها الأخصائي أو المختص هيوصف لك أنت محتاج جم جرام وطبعا لازم يتفصل معك هتاخد من بره أو لأ نعم ودايما إحنا بنفضل وبنقول مع أننا إحنا شغالين في المجال ده نعم أنا بنفضل للحاجة الطبيعية بتكون أحسن بكتير صحيح يعني لازم واحد يسوي دراسة مفصلة قبل ما ياخد أي شيء للجسم هو مش هباء من ثورة بمعناء نعم سلام عليكم أنا داخل أنا عايز بروتين يديني كذا 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 صحيح في حاجات بسيطة بتختلف البروتين نفسه في حاجة اسمها ماس جينر حضرتك ممكن ما تسمعيش أنا لو واحد وزنه خفيف أو وزنه قليل قوي يعني طوله 160 سنت أو 180 سنت ووزنه 50 كيلو طب الخمسين كيلو ما يروحش ياخد الايزوليت أو اللي ما فيوش دون إحنا مندور له على البروتين اللي بيكون فيه سعرات حرارية كتير اللي تفيده صحيح لأنه هو قريب ضعيف هو بروح ياخدها من نفسه وغير ما حد يقول له طب إيه اللي هيحصل له مثلا أولا هو معدته صغيرة أو حجم المعدة قليل والبروتينات الماسك دي بتكون بتعتمد على الاسكوب فيها بيكون كبير وحجمه كبير جدا وبيكون مركز من كمية اللاكتوز فروح يستعمله فهيحصل له يسهل ويحصل له مشاكل كبيرة جدا لذلك لازم يسأل حد مختص ويدي له كميات معينة تتناسب مع حجمه حد مختص مختص وما نتبع الأخبار لأنه بالأخص بما يتعلق بالرياضة والبروتينات هناك الكثير من الشائعات الموجودة يعني على انترنت وغيره فلابد أن العودة للمختصين شكرا لك أستاذ سامح حسني على وجودك معنا اليوم أهلا وسهلا يعطيك العافية وكل التوفيق والصحة إن شاء الله